أيها الجزائريون ابتعدوا عن هذه الأبواق والله لن تقدم لكم شيئا حقيقة إن كنتم حاقدين على هذا النظام حاقدين على أوضاعكم الاجتماعية حاقدين على أوضاع البلاد وعوضاع السياسية إذا كانوا يشبعون نهمكم من الحقد فلكنهم قد يشفون قلوبكم في تلك اللحظات الغاضبة ولكنهم لن يصنعوا لكم مستقبل هدفهم بينهم الذين تملى عليهم الأدوار وحددت لهم وبينهم من لا دور له أصلا يبحث لنفسه عن أهمية يريد أن يعطي لنفسه قيمة كيف سيعطي لنفسه قيمة؟ يعطي بمثل هذه الإدعاءات أن الدولة تلاحقه وأن الدولة تهدده وأن الدولة تخطط لتصفيته وأن الدولة توقف له صفحاته على الفيسبوك وعلى اليوتيوب رغم أنه كثيرين أوقفت صفحاتهم على اليوتيوب ليس بسبب أن الدولة هي التي عملت على ذلك بل بسبب أنهم يتجاوزون على المعايير الأخلاقية والمعايير التي وضعتها هذه المواقع للنشاط فيها إخواني الكرام أيها الجزائريون في كل مرة تثورون من أجل التغيير ولكنكم تفتحون الفرصة وتعطون الفرصة لأعداء التغيير وأدوات أخرى تخدم جهات لا تريد التغيير في الجزائر مثل هذه البيادق الفاسدة أخلاقيا والفاسدة اجتماعيا والتي لا ذمة لها هي أكثر من يخدم النظام النظام الجزائري إذا كان بالفعل يريد التغيير فبمثل هؤلاء ستجعله ليس في حاجة إلى التغيير أصلا فما دامت الواجهة المعارضة يتصدرها تتصدرها المتردية والنطيحة وما أكل الضبع والسبع فالنظام لن يحتاجه ولن يستعجل التغيير ولكن عندما تكون هناك نخب حقيقية نخب لديها تأثيرها تملك مشروع مجتمع للتغيير في الجزائر فالنظام هنا تجده يسارع للتغيير يريد أن يسحب البصاة من تحت أقدامها بأي طريقة كانت وهذا هو للأسف الشديد إذ ما يحدث الآن أيها الجزائريون ليس كل من يغازل يعزف على مشاعرك أنه سيحمل همك ليس كل من يقول لك ما تريد سيحقق لك ما تبتغي وليس كل من هو تراه يتحدى النظام سيحقق النظام الذي تحلم به من يقوم بأدوار هدامة ويستعمل الوسائل الهدامة سيهدم الوطن على رؤوس المواطنين والأيام بيننا سجال